موسيقى 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 من رحب بحضرتكم مرة أخرى في رأي عام مبارح الكنيسة الجرية احتفلت بمرور 500 سنة على الإصلاح الديني في أوروبا ديان ذكرى الحركة الإصلاحية اللي قام بها مارتين لوثر اللي بدأ إصلاحه بالإحتجاج على بيع سكوك الغفران والسعي إلى إباحة زواج الإكليروس فإلى أين وصلت حركات الإصلاح الديني بعد مرور خمسة قرون على انطلاقها في أوروبا؟ وهل هناك علاقة بين الاحتفال بالذكرى وبين البيان الذي أصدرته 91 شخصية قبطية النهاردة لتأسيس ما يسمى بحركة الإصلاح الكنسي؟ وهل رجال الدين لهم سلطة سياسية؟ وهل الكنيسة نفسها تمارس السياسة؟ هنحاول نجاوب على كل هذه الأسئلة مع ضيفها الكريمين في الستوديو الأستاذ كمال لزاخر الكاتب والباحث أهلاً وصهلاً أستاذ كمال القص رفعة فكري راعي الكنيسة الإنجلية بشبراء أهلاً وصهلاً سيادة القص أهلاً بحركة أنا حالياً نائب رئيس سنودس النيل الإنجلي يا رب بس أحفظها أنا عارف أنك أنت متسامح جداً من زمان أهلاً وسهلاً بحضراتكم وكل سنة وانتوا طيبين قبل ما نبدأ النقاش خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع لضيفها الكريمين احتفلت الكنائس الإنجلية أمس بمرور خمسمائة سنة على حركة الإصلاح الديني التي اندلعت عام 1517 ميلادية بقيادة مارتين لوسر وهي الحركة التي غيرت خريطة التاريخ الديني في أوروبا ومنها إلى العالم أسهمت في منع سطوة رجال الدين السياسية في أوروبا في ذلك الوقت وكان مارتين لوسر ضد بيع سكوك الغفران على خلفية قيام راهب يضع حنة من أتباع طائفة الدومينيكان الدينية طالب ببيع سكوك الغفران لكن مارتين لوسر قال أن البشر لا يمكنهم مساومة الرب وليس من المعقول التخلص من الخطايا بهذه السكوك وكتب احتجاجا تكون من 95 بندا ضد السكوك أبرزها أن الله هو الذي يغفر الخطايا وأن الإنسان لا يستطيع أن يشتري الغفران وخلص نفسه بمبالغ معينة من المال ووضعها على باب الكنيسة ووجه لوسر عام 1519 الدعوة للأمراء في ألمانيا ليتزعموا الحركة الإصلاحية وهي الدعوة التي رحب بها كسيرون لمكاسبها السياسية والمدية التي تعود عليهم وكانت من ضمن مبادئ لوسر الإصلاحية إباحة الطلاق للمسيحيين إلغاء الحج إلى روما ليس للباب الحق في احتكار تفسير الإنجيل إغضاع رجال الدين للسلطة المدنية إباحة الزواج للقصص عدم إنشاء أديرة جديدة وإلغاء عدد من الأديرة القائمة وتحويل نزلائها إلى الحياة المدنية وإلغاء الأديرة والرهبنة وفي ديسمبر عام 1520 أصدر البابا ليو قراراً بحرمان لوسر باعتباره مارقاً ضد المسيحية فنشر لوسر رسالته الثانية لإصدار ضعف الباباوية ومفاسد الكنيسة وأحرق الحرمان علناً في ساحة كنيسة وتنبرغ وبعدها في يناير من العام التالي مسل لوسر أمام أول مجمع إمبراطوري ومنع من ممارسة حقوقه المدنية نبدأ نقاشنا بعد الترحيب مرة أخرى بضافية الكلمة أستاذ كمال إيه رأيك في البيانة اللي أصدرته النهاردة 91 شخصية قطية بتطالب البابا بإصلاحات أنا شامن فيه ريحة سياسة أكتر منها فكرة إصلاح لأنه حالياً حتى مع البابا الجديد البابا تودرسه مش جديد دلوقتي خمس سنين قبل أيام قليلة يعني بيتبنى منذ اليوم الأول لما جئه بيتبنى رؤية أكثر تقدمية وخد خطوات فيها على مدى السنتين ثلاثة الأولانيين في تنظيم الإدارة وفي إعادة هيكلة كثير من الأوساسات الكلسية زي الإكليركية وزي مجمع الأساق لأي حضرتك شايف أن بعض هذه المطالب فيها رائحة سياسة لأنه المفروض يعني ربما أنا تعودت على كده إحنا قدنا زمان ربما من سنة 96 أول حركة معاصرة للمطالبة بالإصلاح باسم الطيار العلماني القبطي وكان لي دوره وأظن أنه وأنا جمعت كل هذه الأوراق اللي حصلت من هذا الطيار وحطتها في كتابين صدروا يعني متعاقبين ووصلتهم ووصلت أحدهم لأن فيه واحد صدر في حبرية البابا شنودة والتاني صدر في حبرية البابا توضرس فيه بدايته يعني والكتاب الأول وصل زي ما هو لقدسة البابا شنودة والكتابين مجددا وصلوا للبابا توضرس من أول يوم تولى فيه أو أعلن عن اسمه نعم وأظن أنه كتير من اللي ورد في الكتابين بدأ البابا توضرس يعني ياخد فيه مقرارات ويحاولهم إلى فعلة على الأرض وبالتالي أنا كنت أتفهم هذا البيان لو كان بينطلق من فراغ لكن عندما ينطلق هذا البيان وأمامنا بطريارك ومعه العديد من الأساقفة بشكل مؤثر في الخطوات إصلاحية فعلية يبقى كنت أتمنى أنه يقولوا إحنا عاوزين واحد اتنين تلات اربعة يعني ما يبقاش كلام في المرسل وفي المطلق وبالتالي أنا عشان كده أقول لحضرتك أنه ربما ربما يتبين لنا في مقبل الأيام أن هذا الكلام لديه مبرراته طب يعني سيارة القص يعني هل الإصلاح محطات يتوقف عندها قطار الإصلاح ولا ممتدة يعني هل انتقلت عدوى الإصلاح من الكنيسة الإنجلية لكنائس أخرى هو الحقيقة كلمة إصلاح باللغة الإنجليزية وكلمة ريفورميشن وكلمة ريفورميشن معناها يعني الإصلاح المستبر عملية الإصلاح لا يمكن أبدا أن تتوقف والحقيقة ده اللي حصل من 500 سنة أن مارتن لوثر لما ابتدى حركة الإصلاح حوالا حركة الإصلاح صحيح التاريخ بيؤرخ لها من يوم 31 أكتوبر سنة 1517 لكن للأمانة كان في محاولات قبل مارتن لوثر للإصلاح لكن هذه المحاولات بسبب طغيان الكنيسة في العصور الوسطى الكنيسة الغربية في ذلك الوقت كانت محاولات الإصلاح بتجهض كانوا المصلحين بتكمم أفواههم كانوا بيحكموا فلم تنجح محاولات الإصلاح قبل مارتن لوثر لكن مارتن لوثر اللي نفعه أن كان فيه سلطة سياسية مع الإصلاح الديني كان فيه الملك فريدريك والملك فريدريك كان مقتنع أنه لابد أن يحدث إصلاح فتبنى مارتن لوثر واحتضن واحتوان وبالتالي السلطة السياسية كان لها دور في أن الإصلاح الديني يتحقق ويستمر على مدار خمسمية سنة والكنيسة دائما تصلح نفسها وليه بتصلح نفسها؟ ببساطة إحنا بشر والبشر بطبيعتهم بيخطئوا الحاجة التانية هناك مستحدثات كل عصر ليه مستحدثاته وما ينفعش أن إحنا نكون بنتعايش مع العصر بأدوات قديمة صحيح ناخد من القديم ما ينفعنا لكن ما ينفعش مثلا أن أنا أرجع مثلا لخمسمية سنة أشوف المصلحين يتعاملوا إزاي مع بعض المواقف وأخذ المواقف دي وعايزة أطبقها النهاردة في حضارة القرن الـ 21 فبالتالي عملية الإصلاح لا تتوقف طالما فيه بشر وطالما فيه مستحدثات وطالما فيه مستقبل جميل مشرق كلنا بنسعى إليه فبالتالي عملية الإصلاح لا يمكن أن تتوقف إذا توقف الإصلاح هناك الجمود التحجر الموت يعني حضرك تنظر بإيجابية إلى هذه الحركة الإصلاحية الوليدة يعني توقيع 91 شخصية قبطية على مطالب للبابا بالإصلاح أنا عارف أن أحضرك من كنيسة أخرى ولكن يعني في مجملها بشكل عامي شوف أنا شخصيا لم أطلع على من هم الشخصيات ولا هي الأهداف وبالتالي أنا ما عنديش معلومات كافية بس المبنى نفسه هل أنت معاه ولا ضده؟ لا أنا مع حركة الإصلاح في كل الكنايس دائما الكنيسة الإنجلية والكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرثوزوكسية لا بد أن يحدث إصلاح لا بد أن نحن نتعامل مع المستجدات هل تتفق مع الأستاذ جمال في أن شخصية البابا توادرس شخصية إصلاحية؟ قدسة البابا توادرس الحياة أنا ألتقيت بها أكتر من مرة وكان آخره مبارح كان معانا وفد من عدد كبير من دول العالم بيمثلوا ملايين الإنجليين حوالين العالم وكان لنا اللقاء مبارح مع قدسته الحياة هو شخصية منفتحة جدا شخصية عصرية جدا بيسعى للوحدة بيسعى للتقارب بيحاول أنه يفكر بطريقة جديدة وبمنهج جديد بيسعى أن يكون في تقارب ووحدة بين الكنيس عنده مساحة من قبول التنوع والتعددية وطبعا يعني هي دايما مشكلة العقلية المتعصبة أنها ترفض وجود أي آخر غيرها الحقيقة مع قدسة البابا توادرس أنا مش شايفه كده خالص أنا شايفه يؤمن بالحوار يؤمن بالتعددية يؤمن بالتنوع هو في ذاته شخصية إصلاحية يعني هو شخصية البابا توادرس هو في ذاته شخصية إصلاحية بيقودني إلى أن أسأل الأستاذ كمال إذا كانت شخصية البابا توادرس شخصية إصلاحية هل تصمد هذه الشخصية أمام من يعرفون بالحرس القديم في الكنيسة يعني الانتقادات التي توجه للبابا في العديد من النقاط ربما أهمها مسألة الاعتراف بمعمودية موحدة أو واحدة مع الكنيسة الكاثوليكية يعني ينتقد البابا توادرس كثيرا في هذا النقط شوف هو تكوينه الشخصي وتكوينه الروحي والكنيسي بيساعده على الصمود لأنه هو جاي في مرحلة في ممتع الحساسية ليست فقط على مستوى مصر وإنما على مستوى الإقليم ومستوى العالم طيب أنا بحترم البابا توادرس جدا وأنا كان ليا شرف اللقاء معه وعملت معه حوار بس أستأذنك بس نروح لأنه إحنا بنتابع حدث يمكن حضرتكم برضو متابعينه معايا خطاب مهم لروبرت موغابي الرئيس زنبابوي إذن الرئيس روبرت موغابي يتوجه بكلمة الآن إلى شعب زنبابوي حتى هذه اللحظة وحتى اللحظة الأخيرة الآن اللي احنا قطعنا فيها للبت لا يزال الرئيس موغابي يتحدث إلى الأمة لا ندري إن كان هذا هو خطاب التنحي أم لا إحنا هنتابع وهنقول لحضراتكم إذا كان فعلا موغابي ردخ وأزعم للضغوط التي تمارس عليه من قبل العديد من القوى السياسية ليس أخيرها النهاردة الحزب بتاعه اللي أكبره على التنحي عن قيارة الحزب ماذا عن قيارة للدولة؟ ده اللي هنعرفه من نهاية خطاب موغابي هل سيتنحى أم يعني هيركب دماغه زي ما يقول عندنا في الصعيد ويعاند أعود إلى يعني ضيفي للصعيدة لستاذ كمال زاخر استاذ كمال كنا بنتحدث عن يعني انتقادات لقدسة البابا توادرس من قبل الأصوليين لا سيما فيما يتعلق بالتعاون مع الكنائس وموضوع الاعتراف المتبادل مع الكنيسة الكاثوليكية شوف هو من طبيعة الأمور أنه عندما يأتي قائد جديد برؤية جديدة وإذا كنا بنتكلم على مجابي 37 سنة والمقارنة غير واردة فالكنيسة عبرت بنصف قرن مع قدسة البابا شنودة عشر سنين أسقف تعليم ثم أربعين سنة كباتريارك وكانت السنين عانى فيها كثيرا من المقاومة من السلطة السياسية وانتهت بالصدام المدوي في 5 سبتمبر الذي ذهب بعده إلى الدير 1981 وقضى به ثلاث سنوات وعدد من الأشهر اعتكاف أو احتجاب لا لا كان اعتكاف ولا كان احتجاب وكان اسمول وكان إقامة جبرية يعني مسمى الصحيح بتاعها وإن كانت السياسة تعطي أسماء حركية لمثل هذه الأمور لكنها في الحقيقة كانت إقامة جبرية وكانت هناك ترسانة من الشرطة والقوات المسلحة أو ربما الشرطة فقط تحيط بالدير في هذا التوقيت يعني تمنع الدخول والخروج إلا بإذن من أمن الدولة في هذا التوقيت المهم أنه عندما جاء هذا الرجل وهو لديه المقومات لقيا قد إصلاحا والإصلاح هنا لا يعني أن ما سبقه كان خطأا لكن ربما المتابعين للكنيسة الإبترزكسية في صلواتها اليومية تصلي صلاة في كل أداس الصلاة الرئيسية للكنيسة بتقول فيها موجهة من الكلام لله أيها الرب إلها القوات أرجع واتطلع من السماء وتعاهد هذه القرمة التي غرستها يمينك الكرمة هنا تشير إلى الكنيسة أصلحها وسبتها فإذا كانت الكنيسة تصلي كل يوم إلى الله أن يصلحها ويسبتها إذن هي متبنية بطبيعتها وزي ما قال لحضرة الأسيس أن الكنيسة كائن حي والكائن الحي يحتاج من وقت إلى آخر إلى مراجعة حالته الصحية مراجعة واقعه وضبطه إضافة إلى أنه إحنا بنمر بربما ما يشبه تداعيات الصورة الصناعية في القرون التي خرجت بأوروبا من القرون الوسطى إحنا مع صورة المعلومات صورة الاتصالات هذه الصورة تنتج أثارا أكثر حدة بين الصورة الصناعية لأنه زي ما أنت شايف في السوشيال ميديا والإنفلات مش عاوز أقول إنفلات عشان ما يبقى الصراع جيلي لكن هذه الحالة من حالات البوح المفتوح للأجيال الجديدة عبر الفيسبوك والذي يؤثر حتى في القرار السياسي مش عندنا بس ولكن في كل العالم وبالتالي هناك حالة استقرار لدى كثيرين من ما كان موجودا قبل ما جاء البابا توادروس عندما جاء البابا توادروس ويحرك الميهر الساكنة ولا يسترى كده لابد أن يواجه بمقاومة من أسميتهم حضرتك وده صحيح الحرس القديم الحرس القديم والرسولي وبالتالي بالضرورة خاصة هناك كنيسة بالطبيعة كنيسة تقليدية فالتغيير فيها لا يأتي بسرعة إعادة النظر في علاقاتنا بالكنائس المختلفة ده أمر حتمي مش بس البابا توادروس لكن هناك مثلا كتاب بيتكلم عن سبب الأساسي للانشخاص الأكبر الذي حدثه في القرن الخامس أو ما بعد القرن الخامس المعروف بمجمع خلق دونيا هناك كتاب كتبه أحد العلماء الهنود الأرثودوكس وهو من العائلة على فكرة اللي منها نفس كنيستنا في مصر العائلة اللا خلق دونيا كاتب كتاب مهم جدا لابد أن يكون محل اهتمام وتم ترجمته إلى العربية اسمه مجمع خلق دونيا إعادة فحص إذن نحن نعيش الآن أجواء إعادة الفحص الأمور ما هيش كنيسة وحدها تملك الحقيقة المطلقة وكنيسة تانية تملك الشر المطلق إذا جزى المقارنة يعني طب نتكلم عن الجزء اللي هو اللي بيجمع خلينا نقول كده يعني بصريح العبارة الإصلاحيين في كل الكنائس نعم وأتوجه لحضرة القصة رفعت مبادئ مارتن لوثر اللي هي من 500 سنة بنسبة كامة حقات الآن النهاردة في 2017 شوف هو طبعا لو هنتكلم عن أوروبا الإصلاح الديني في أوروبا عمل تأثير على كل المستويات أولا عمل تأثير روحي وعمل تأثير أخلاقي عمل تأثير سياسي لما نتكلم النهاردة عن الديمقراطية اللي موجودة في أوروبا هذه الديمقراطية واحترام الفرد واحترام المرأة كانت نتاج الإصلاح الديني الرخاء الاقتصادي اللي حصل في أوروبا كان نتاج الإصلاح الديني لأن الإصلاح الديني علم الإنسان إزاي يكون بيهتم بشغله وأن ده جزء من نجاحه في عمله ده جزء من تمجيد ربنا الإصلاح الديني عمل تأثير اجتماعي وتأثير ثقافي تأثير علمي عدد كبير من الناس اللي حصلوا على جائزة نوبل بينتموا إلى بلاد بروتوستانطية فالإصلاح الديني الحقيقة في أوروبا نقدر نقول أنه أثمر بنسبة كبيرة إذا تحدثنا هنا عن الشرق بدون شك إحنا عندنا مشكلة نحن نحتاج إلى إصلاح ديني حقيقي على كل المستويات لابد أن نعترف أن هناك أصولية دينية نحن كشرقيين مصابين بالأصولية الدينية وأنا وأنا أتكلم عن الأصولية الدينية أنا أتحدث عن الأصولية الدينية الإسلامية والأصولية الدينية المسيحية والأصولية الدينية اليهودية ما فيش أصولية دينية في أوروبا حاليا من وجهة نظر في أصولية موجودة في كل حتة بس التيار اللي في أوروبا التيار الإصلاحي طبعا يمكن الأصولية أقوى في أمريكا لكن في أوروبا الدول اللي تبنت العلمانية لا الأصولية موجودة لكن ليس لها تأثير لكن في أمريكا الأصولية موجودة في شرقنا الأصولية أكثر تواغلا بس يمكن كمان شرقنا بيتميز بأن الأصولية فيها عنف وفيها إراق الدماء ودي واضحة عندنا وحتى النهاردة بينا بنصدر الأصولية والإرهاب لأوروبا يعني الناس الآمنين بيتفجروا واللي بيركب مقطورة ويدوس الناس فالحقيقة أنا أعتقد أنه إحنا محتاجين نتعلم من حركة الإصلاح اللي حصلت في أوروبا علشان بس نفتدي الوقت يعني إحنا قدامنا سكة من اتنين يا أستاذ عمر يا إما نتعلم الدرس من أوروبا ونعمل إصلاح ديني ونعمل حقن للدماء يا إما نصر أن إحنا نمشي في نفس السكة اللي فيها تعصب وفيها صراع بين الأصوليات وكل أصولية تؤمن أنها تمتلك المطلق وطبعا لما الأصولية اليهودية تؤمن أنها تمتلك المطلق الأصولية الإسلامية تؤمن أنها تمتلك المطلق الأصولية المسيحية تؤمن أنها تمتلك المطلق هنا يحصل في العالم صراع المطلقات وعندما يحدث صراع المطلقات لا يمكن أن يتحقق السلام بأي حال من الأحوال عشان كده نحن في الشرق نحتاج أن نعيد قراءة الإصلاح الديني اللي حصل في أوروبا وبعدين بالشرط أن نلقل التجربة يعني زي ما هي محن عندنا سياق اجتماعي مختلف لكن نشوف الناس دي عملت إيه تأويل النص الديني إعادة قراءة النص الديني أن لا أحد يمتلك بمفرده حق تفسير النص الدين ويفرده على الناس لازم حتى النص الديني نؤمن بالتعددية التفسير هناك أراءة مختلفة حوالينا النص ومن حق كل واحد يقرأ زي ما هو عايز طبعا بدون فوضى وبدون انفلات وهو ده السؤال يعني إذا ما سمحت بأنك أنت تقرأ النص الديني قراءات متعددة ومختلفة وهو ده ممكن يؤدي إلى زي ما حضرك أشرت إلى فوضى قد تكون تبعتها يعني جسيمة ووخيمة شوف حضرتك كل حاجة بتتعامل لها سلبيات ولها إيجابيات أنا لو عندي كيان واحد أو فرد واحد هو ليه لوحده حق تفسير النص الديني ويفرض رؤيته على الجماعة وعلى كل الناس إحنا هنا هندخل في مشكلة ليه؟ لأن اللي بيؤمن بتفسير واحد وقراءة واحدة للنص الديني ويفرضها على البقية بالطبيعة بيعتبر الآخرين هراطقة أو كفار لكن إحنا لما نعمل عدة قراءات وعدة تفسيرات للنص الديني صحيح هيحصل في بعض الفوضى لكن لما نعمل ضوابط أنه مش أي حد مثلا يعتلى المنبر عشان يلقي خطبة أي شخص غير مؤهل ما ينفعش يخضب في الناس أي شخص متعصب بينشر ثقافة الكراهية وأنا بتكلم على كل المستويات ما ينفعش أن يكون بيوعظ الناس وبالتالي لما نضع ضوابط وبعدين عندنا بقى معاهد دينية سواء مسيحية أو إسلامية تخرج لنا دعاء وتخرج لنا رجال دين أكفاء عندهم مساحة من التعددية الفكرية عندهم مساحة من السماحة أعتقد ده هيساعدنا بعد كده أنه هيكون عندنا ضوابط وهيكون عندنا قراءات متعددة للنص الديني وبعدين لازم نتعلم وجهة نظر حضرتك في وجهة نظر ممكن تكون خطأ لكنها تحتمل الصواب والعكس يعني الإمام الشفعي قال إيه رأي الآخرين خطأ يحتمل الصواب ورأي صواب يحتمل الخطأ ولازم يعني نعذر بعضنا بعضا في ما نختلف فيه طيب اسمح لي أعود إلى أستاذ كمال وأستكمل ما بدأوا من مسألة تعرض رأس الكنيسة الأرثوذكسية قدسة البابات وأدرس لربما الضغوط البعض يسميها حملات ممنهجة من قبل الأصوليين من قبل الحرس القديم لفرمالت خلينا نقول كده الخطوات الإصلاحية طيب إيه هي الخطوات الإصلاحية اللي عملها البابات وأدرس شوف أول حاجة هو بدأ بإعادة هيكلة المحاور الرئيسية في المؤسسات الكنيسية زي ما قلت لحضرتك بدأ بوضع سلسلة من نسموها إيه القواعد المنظمة اللي هي في اللوايح لقاحة تنظيم عمل الشمامسة لقاحة تنظيم عمل الكهنة لقاحة تنظيم عمل الأساقفة إلى آخر هذا الكلام ثم انتبه إلى التعليم وده استكمالا للكلام اللي حضرت الأسيس قاله بدأ يعني الآن ربما في هذه الأيام تحديدا أعاد هيكلة الكلية الكليركية وهي الكلية المكلفة بإعداد رجال الدين والخدام الخدام بمعنى المعلمين أو المدرسين في مدارس الأحد واجتماعات الشباب وغيرهم واستعان ببعض الكوادر من الجامعات المصرية بل أكتر من كده استعان ببعض من الشباب الواعد اللي حصل على درجة الدكتوراه في اللاهوت وفي العلوم الكنسية من اليونان ومن الكنسة الروسكسية الشقيقة وطعم بيها الكلية الكليركية ثم عين وكيلاً للكلية أحد الأساقفة المؤمن بفكرة تطوير التعليم لأن إذا كان الإرهاب يبدأ فكراً فالإصلاح يبدأ فكراً وده كما في الدولة أو كما في الكنيسة كذلك في الدولة الأمر هنا واحد أي مؤسسة عاوزة صلحة لا تبدأ بالقرارات الفوقية إنما تبدأ بالتعليم عندما ينضبط الفكر عندما تنضبط الزهنية تنعكس على الشارع وبالتالي أنا متوقع أنه خلال سنوات قليلة سنجد منتج طبيعي لهذه الكلية بعد تطويرها لأنه يسعى لهدفين الهدف الأول الحصول على اعتراف المجلس الأعلى الجامعات المصرية باعتبارها كلية أكاديمية ثم ينطلق منها إلى الجامعات في الإقليم أو الجامعات في العالم وده هيديها نوع من الزخم الأكاديمي في التواصل ونبعث بعسات يعني هي نفس المنهج اللي ابتداء محمد علي من 1805 هو نفس الطريقة إن إحنا نبعث ونشوف اللي معانا بيكفكروا إزاي لأن فيه مياه كثيرة جرت في العالم المسيحي وفي الفكر بالتحديد إحنا قدامنا تطور في علوم الترجمة تطور في دراسات الأباء تطور في علوم اللهوت طب اللي ما نستفدش منها دعني أنا كنت موجود من يومين في الاحتفال بتاع الكنيسة الإنجلية في الكلية اللهوت وكان فيه منقشات رائعة لدرجة أن فيه البعض طرح لماذا لا نستفيد من الأباء المتفق عليهم فيما قبل الانشقاق ودي كانت جديدة بالنسبة لكنيسة مصلحة أو فكر بيرى أن كل ما هو جاي من الكنائس الأخرى غلط وده بيؤكد على أنه فكرة التلاحم والحوار هو ما تخذنا الصحيح للتطور وده هياخدنا لربما لبعد أكتر عمقا أنه الحوارات المقطوعة ما بين الأديان وبعدها داخل مصر سيبك من الحوارات الرسمية اللي بيتصور في الآخر والإعلام بيجي ويصور الشيخ مع الأسيس وبيت العيلة وبتاع والكلام الرسمي اللي هو في الآخر يعني لا يضبطه ماء فبالتالي إحنا محتاجين لحوار حقيقي هل أنا عندي استعداد أن أسمع المختلف معي في المذهب والمختلف معي في الدين ده سؤال لازم نطرحه لأنه طب لو طرحنا الإجابة بتاعته تكون إيه هل نحن على يعني في أقلية بتقبل فيه وفي أقلبية حاليا بترفضه ليه بقى لأنه عندنا كلمتين حق يرد بيهم بطل السوابت والموازي للسوابت التانية المتغيرات نعم المتغيرات لا مش المتغيرات السوابت والخصوصية الكنمتين دول حطوم قدام أي حوار يقفلوا الحوار ليه لأنه بما أن في السوابت هل أنت تقبل حوار يا أصوص كمال على السوابت لا مش بس الأول يزامي بنقول أن في أي بحث علمي يبدأ البحث بتحديد المصطلحات أصله يعني يعني ما الذي يقصد ما المقصود بالسوابت والغاية فين يعني هقول لحضرتك حاجة النموذج ربما احنا شايفينه في الفضاء في الفضاء الإلكتروني ده ولا الفيسبوك ولا كذا مثلا واحدة في واحد من البرامج تعرضت برأيها للشيخ الشعراوي له كل جزيل الاحترام يعني ده شخصية مصرية كان له دور تقييم هذا الدور محل اختلاف لكن مجرد أنها تعرضت لي وقالت لا أو كذا قامت عليها حملات وطب هل نعتبر أن ما قاله الشيخ الشعراوي مثلا من السوابت إذن أنا بقصد بتحديد المصطلح أنه إحنا نقول اللي إحنا بنقصده من السوابت إيه عشان ما يبقاش اللي بيقوله الفرد ساب من السوابت لكن أكيد طبعا لكل عقيدة ولكل كنيسة ولكل دين سوابته لكن من الذي يحدد هذه السوابت الخصوصية كل من جيب تجربة ونتكلم عن مثلا تجربة أمريكا اللاتينية في لهوت التحرير يقول لك لا لا استنى ده كلام مختلف لأن إحنا عندنا الخصوصية المصرية ولكزاق مختلف تماما وكذا وبالتالي هنا بنصطدم مع حق صد يمنع أي تطوير نعم التلاقح الثقافات والحوارات هو ما تخنى الطبيعي والحقيقي للتطوير طيب أنا بس هاخدكم وهاخد لأستاذ المشاهدين لموضوع آخر احنا تعرضنا له سريعا ونتعرض له سريعا الآن فيه خبر جالنا احنا قلنا في المقدمة أنه أنباء كانت عن زيارة سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل إلى القاهرة ويطلع نفي أنه الزيارة مش بكرة سعد الحريري الآن على تويتر بيكتب على حسابه على تويتر ستوجه الثلاثاء بزيارة إلى مصر للقاء رئيس الجمهورية صديق عبد الفتاح السيسي إذن سعد الحريري إلى القاهرة يوم الثلاث لكن طبعا نحن عارفين أنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بكرة إن شاء الله هيقوم بزيارة إلى قبرص ويوم الثلاث هيلتقي في قمة ثلاثية مع رئيس قبرص ورئيس الوزراء اليوناني ربما هيوصل سعد الحريري إلى القاهرة الثلاث بعدما يكون الرئيس عبد الفتاح السيسي رجع إلى القاهرة ومن ثم يعقد الاكتماع مع الرئيس السيسي بينه وبين الرئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري بس دلوقتي حالا سعد الحريري على حسابه على تويتر بيقول ستوجه الثلاثاء بزيارة إلى مصر للقاء الرئيس الجمهورية الصديق عبد الفتاح السيسي استكمل حوارنا وبالمناسبة في نفس الوقت ونحن نتابع عدة موضوعات مختلفة هذه صور استقبال إمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي للرئيس الوزراء المستقيل اللبناني المستقيل سعد الحريري في قصر الإليزي إذن لما سعد الحريري تحدث أنه يعود إلى بيروت يوم الأربعاء فيبدو أن القاهرة ستكون ربما محطة أخرى في محطة عودته إلى بلاد لبنان الموضوع الآخر الذي نتابعناه يا جماعة موضوع تنحي أو عدم تنحي روبرت مجابي رئيس زنبابوي الخطاب اللي كان بيتم الآن أو بيتل الآن من قبل مجابي خطابه إلى الأمة خلص وما أعلنش التنحي والقناة الرسمية زي ما حضر لكم ممكن شايفين بتزيع صور حاليا صور عن مجابي وصور مختلفة وبتتكلم عنه هل فعلا لم يتنح مجابي ولا لا ده برضو اللي هنحاول نستشفه الآن لكن أعود إلى ضيفي الكريم القص رفعة فكري المسيحية المسيحية هل تحتاج إلى إصلاح عاجل الآن هل يعني مسألة أو قضية تجديد الخطاب الديني اللي هي مطروحة الآن في الدين الإسلامي هل هي مطروحة بالنسبة فيما يخص لدين المسيحي بدون شك إن قضية تجديد الخطاب الديني هي يعني الأداء نقول تجديد الفكر الديني بدون شك هي مطروحة في كل الخطابات بس يمكن الأفكار مختلفة يعني مثلا لما نجي نتكلم عن العلاقة بين الرجل والمرأة لما نجي نتكلم عن رفض التعصب وقبول الآخر وقبول التعددية الفكرية أعتقد دي قضية لازم الفكر الديني يكون بنائشها في كل الكنيس فهناك قضايا النهاردة لما نتكلم عن المستجدات العلمية إيه موقف الفكر الديني من المستجدات العلمية اللي بيحصل على الساحة النهاردة مثلا من وسائل التواصل الاجتماعي وسوء استخدامها وبدعاوى الحرية هل الحرية تبقى منفلتة ولا لازم يكون في ضوابط للحرية هناك قضايا مستجد على الساحة لابد أن الفكر الديني يكون بنائشها ولازم الفكر الديني يكون بيتطور علشان يجيب على تساؤلات الواقع المتغير باستمرار لكن أننا نبقى متجمدين متحجرين بنفسر النصوص الدينية بدون ما نفسرها في دوق سياقها التاريخي والحضاري ده بيوقعنا النهاردة في مشاكل وبيخلي الناس تسيم أماكن العبادة لأن بيحسوا أن الخطبة مش بتجيب على أسئلتهم الخطاب الديني مش بيجيب على أسئلتهم سواء كان مسجد كنيسة على الكل وبالتالي احنا محتاجين خطاب ديني حداثي يكون في مضمونه وفي شكله حتى قادر النهاردة يجيب على أسئلة الشباب الشباب النهاردة عندهم أسئلة كتيرة عقلية مطروحة على الساحة وهذه الأسئلة حضرتك سألت من شوية عن الثوابت النهاردة الشباب بيسأل أسئلة في الثوابت ويا عند حضرتك إجابة مقنعة يا إما هو عنده دماغ تانية وعنده على صفحات التواصل الاجتماعي بيقرأ لعايز يقرأ وبيمشور لعايز يمشور فمحتاجين النهاردة إلى إعادة قراءة للنصوص الدينية بصورة حدثية بحيث أن هي تعالج مشكلات وقضايا الواقع تتعامل مع مشكلات الشباب تجيب على تساؤلات الشباب ولازم نعمل يعني تواؤم النص الذي لم ينفع يبقى متحجر لكن لازم يكون مرن علشان نطبقه في الواقع الذي نحن عايش فيه طيب السيد كمال في حاجة يسمى مجلس كنائس مصر نعم ايه تقييمك لنشاطه ولي وحوضه أعذرني مجلس كنائس مصر الولد في لحظة كانت فيها العصاب ملتهبة لأنه كانت الكنيسة الأمة في مصر في حالة صدام مع مجلس كنائس الشرق الأوسط لسبب أو لآخر لأسباب تنظيمية وليست لأسباب فكرية ولا قائدية فقالوا طب نعمل يعني نوع من أنواع الاستعادة عن هذا المجلس بمجلس كنائس مصر فولد مفتقرا للرؤية ولذلك لم يسمع بيه أحد يعني الآن فين دوره فين دوره حتى في الأزمات اللي بتحصل على الأرض سواء في الكنيسة المينية أو في غيرها يعني شأن وشأن بيت العيلة نعم يعني أنا كتبت مقالتين مرة عن بيت العيلة تحت عنوان بيت العائلة الآي للسقوط وزعلوا مني ساعتها لأنه هم صدموا بيننا العنوان من اللي زعل منك أكثر المسلمين ولا المسيحيين لا سوزعل مني حد من الأزهر واتصل بالجريدة وقال لهم الكلام ده مش مظبوط ويكتبوا وقولوا إن هذا الكلام أغضبنا وكذا لم يكن فضيلة الإمام الأكبر يعني فطلبوا منه إنه يبعت بإسمه مقال رد على المقال ده حقه فقال لا أنا مش هبعت حاجة زي كده فقالوا لشكر يعني حتى في الرد مش عاوز يواجه وهي قضية فكرة بالأساس يعني أنا أقول لي دي وجهت نظر فده بيؤكد على إن فكرة الحوار نفسها مقطوعة مش موجودة غير مقبولة إما أن تقبل أو لا تقبل وبالتالي يتم الحكم عليك قبولا ورفضا لكن هي القضية الأساسية في تجديد الخطاب الديني سؤال حضرتك سألته لحضرة الأسيس هو ليس فقط في الموضوع لكن أيضا في الشكل لأن النهاردة الشاب الجديد أو الجيل الجديد من الشباب ما عندوش استعداد أنه يعود مص ساعة عشان يسمع خطبة أو عزة أو كلمة أو تمثير أو تأويل أو كذا طب ما نسأل القصة رفعت الخطبة العزة بتاعتك بتستمر قدي يعني بحسب طبعا أول لو أنا بوعظ في اجتماع شباب مش بوعظ يعني بعمل حوار أسأل أسئلة والشباب يسألوني وبوصل معلوماتي من خلال الحوار درداشة كده درداشة ده في يعني أغلب الاجتماعات شغل لكن لو يوم حد دي العزة الرسمية ما ينفعش يبقى تبقى حوار عادة بحاول يعني أن أنا أجتهد أنها ما تكترش عن 30 دقيقة أي بقى أقصاها 30 دقيقة ما هو 30 دقيقة كويس كمال ما هو فكرتني بالأسيس أندريا زاكي رئيس الطيفة في احتفال الكلية الكلية اللاهوت وقبلها يمكن قبل الاحتفال كان في احتفال افتتاح بعض المنشآت فكان مع ضيوف من أمريكا فقال لهم اسمحوا لي أن أنا أتجاوز الـ 15 دقيقة بتاعتكم لأننا أعرف أن الأمريكان لما بيجوا يبعزوا بيجدوش هم 15 دقيقة طبعا هم سبقونا في الحدوتة دي لأن ممكن جدا يعني هي قضية أن توصل فكرتك في أقل عدد من الكلمات الممكنة بالزبط هي تي القضية اللي بتشغيل إحنا عندنا الإطناب وعندنا المحسنات البديعية ده إحنا زمان كنا حدوتا يعني في استخدام المحسنات البديعية والشعر وكذا فتلقى الكلام خد معي يوم بحاله لكن لم يعد لدينا وقت ولدى الجيل الجديد من الشباب وقت لاحتمال هذه الخطابات وللأسف أنا لم يعد لدينا وقت بس يعني في عجالة كده حضريك يعني نفس السؤال هوجهه لحضرة القص يعني هل ممكن أن الدولة تتعامل مباشرة مع الأقباط بدون وساطة الكنيسة طبعا ممكن لو توفرت الإرادة السياسية ممكن وده المطلب الأساسي إذا كنا نسعى إلى دولة مدنية حديثة بين قسين دولة علمانية حضرة القص أنا متفق تماما مع الأستاذ كمال زاخر إذا أرادت الدولة أن تتعامل مع المسيحيين النهاردة في أحزاب كثيرة أحزاب مختلفة متنوعة أتمنى أن المسيحيين برضو صحيح عدد كبير انضم الأحزاب وعدد كبير موجود في النقابات أتمنى أن هم يكونوا بيشاركوا ومشاركتهم تكون أكثر فعالية وأعتقد إذا هم تحركوا وخرجوا من القوقعة بتاعتهم أعتقد الدولة هتعيد النظر في كيفية التعامل معها بدون شك بس أنا عندي جملة أخيرة في هذا السياق برضو أنا عجبني تعبير أحد الصحفيين عندما كتب عن صورة 25 يناير و30 يونيو أن شباب الأقباط خرجوا بالكنيسة إلى الوطن ولم يخرجوا من الكنيسة لكن خرجوا بالكنيسة إلى الوطن بحيث أنه بقى فيه تفاعل فعلي وحقيقي على الأرض وديك شايف النهاردة أن شباب الأقباط هم ربما الذين يحركون الأحداث فيما يتعلق بالقضايا الأساسية داخل الكنيسة وخارجها أشكركم شكرا جزيلا لأستاذ كمال زاخر الكاتب والباحث والمفكر والقصة رفعت فكري راعي الكنيسة الإنجلية ونائب رئيس سندس النيل الإنجلي صح كده؟ نائب رئيس سندس النيل الإنجلي أفتكرتها أنا شكرا جزيلا أسعدتونا في هذا الحوار الثري الذي أرجو أن يكون استفدته عمت على كل من شاهد هذه الفقرة مسألة الإصلاح الديني ليست فقط مقصورة على الكنيسة والكنيسة وحدها أو الكنائس لكن على كل الأديان خاصة في هذه الظروف التي تعيشها بلدنا شكرا جزيلا لكم بعد الفاصل كيف يمكن السيطرة على الفوضى في المراكز الخاصة لعلاج الإدمان؟ ما الذي ينص عليه مشروع القانون الذي تعده وزارة التضامن في هذا الشأن؟ وهل تستطيع الحكومة توسع في هذه المراكز لحماية الموطنين؟ بعد الفاصل بإذن الله